تعال يا ست الكل اقولك على اسهل طريقة لتأشير التوم هتجيبي كده شوكة وتبدأ ان انت تحطيها في التوم كده من غير تأشير من غير حاجة وهتبدأ ان انت تحرك الشوكة يمين وشمال فاص الطوم بيطلع معاك بكل سهولة والطوم اللي معايا ده بلدي مش صيني مع اي طوم حجم صغير او حجم كبير هيطلع معاك في لمح البصر زي ما انت شايفة كده لو عندك النور بيقطع كتير ولا يهمك ايه رأيك النهارده ان نور البيت كله بطمط مية هتجيبي كده طمط مية وتق تقسميها نصين بالشكل ده وبعدين تفضي كل البزور والقلب بتاع الطماطم كله وبعدين هتجيبي خلة اسنان وحتة صغيرة جدا من المنديل وتبدأ ان انت تلف المنديل على خلة الاسنان بالشكل ده وهتكسري حتة كده من خلة الاسنان وبعدين هتحطي المنديل تلفي كويس جدا زي ما انت شايفة كده وهتجيبي شوية زيت صغيرين جدا في غطس زيت كده وتلفي المنديل على الزيت بالشكل ده وهتسبتيها كويس جدا جوا الطماطمية وبكده نورتي البيت كله وشمع هتضم معيك فترة طويلة جدا بجد فكرة حلوة جدا جربيها وان شاء الله اتعجبك عشان ما تحطيش نفسك في مشاكل هاتي سلكة كده وحطيها في الحط بالشكل ده وانتي بتخسلي بقى الفراخ او السمك او اي حاجة بتنقذي نفسك عشان البلعة بتاعتك ما تتسكش بتبقى طبعا صعبة جدا علينا وممكن نعود اليوم كله نسلك فيها فالفكرة دي حلوة جدا جربيها لو راح مصيا في وقت لبس ابنك الحفاضة كده على طول بتتميلي مية وبتبقى تقيلة جدا عليه وبتصعب جدا حركته هتجيبي كده بقص وتبدأي ان انتي تفضي كل الحاجات اللي موجودة في البامبرس بالشكل ده هنفضيها كده في كيسة ولا في اي حاجة وهنركنعها على جنب وبكده انتي عملتي حاجة حلوة جدا ابنك هيبقى مرتاح جدا وهو لابس الحفاضة بتلبسها له كده فاضية بالطريقة دي مش هتجمع مية وهتحافز جدا على ابنك الطريقة دي حلوة جدا وانا مجربوها بجربيها بجد هتعجيبك وتدعيي بك تعالي اقولك على احسن طريقة تقدر ان انتي تفك بيها ورق بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بلت ايدي بس شوية مية صغيرين جدا وهتبتدي ان انتي تمشي عكس اتجاه الورقة وبكده بتطلع معك بكل سهولة بتمنى انها تعجبك لو عندك نونو صغير بيحبي او بيسحف يبقى الفكرة دي ليك هتجيبي شراب كده وتبدأي ان انتي تقصي من فوق بالشكل ده احنا مش محتاجين المنطقة اللي فوق دي يبقى كده الشراب جاهز معنا هتبتدي بقى ان انتي تلبسيه كده على رجبته لو انتي مسلا في الصيف وبتلبسيه شرط الطريقة دي حلوة جدا علشان تحمي رجبته من اي حاجة هو بيسحف سواء بقى على السجات او على البلاط عشان رجبته مش تتعور او تحمر فكرة حلوة جربي انتي تعرف ان انتي طول عمرك بتستخدمي عدان البخور غلط تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا لو عرفتيها مش هتبطل تعمليها هتجيبي كده عوض البخور وتبليه مية بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد انت جيبي منديل كده تفريدي وتحطي عوض البخور عليه هتجيبي بقى نص معلقة من القهوة وتبدا ان انتي توزعيها على عوض البخور بالشكل ده وتبدأ ان انتي تلفي عوض البخور لحد ما تثبتي القهوة كلها عليه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبكده يا سيبت الكل استفدتي من عوض البخور مرتين مرة علشان قادر القهوة بتخلي النموس كله يطفش مش هتلاقي في نموس ولا دبان ومرة كمان ان انتي عطرت شايتك فكرة حلوة بجده اتمتي علاق الكياس في المساحة وانتي هتنبهر من النتيجة زي ما انت شايفة كده هناخد الكياس بتاعتنا وانعلقها على المساحة بالشكل اللي انتو شايفينه ده تعالي بقى يا سيبت الكل في الكاوتشة بتاعت المساحة من نصها يعني هنحاول ان احنا ندخلها بين الكاوتشة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هندخل كده كيسة واحدة بس كفاية وهنبتدي ان احنا ندخلها كويس جدا في الكاوتشة اللي بتبقى في المساحة من تحت بالزبط كده بتحاول كده ان انت تدخليها كويس جدا وتسبتي الكيسة جواها بالشكل ده بكده انت عملتي حاجة حلوة جدا عندك في البيت هتريحك كتير جدا طبعا اوقات كتيرة لما بنجي نمسح ما بنعرفش النشف الارض كويس الفكرة دي حلوة قوي هتخليلك المية ما تدخلش بين المساحة وبعضها فبالتالي هتنشفلك الارض كويس جدا وتخليها لك ما فيهاش نقطة مية ممكن كمان تستبدلي او تستخدمي الفكرة دي في تنظيف برضو او في مسح السيراميك بتاع الحمام بعد ما بتاخد شاور او كده بتلاقي الحمام كده من فوق كله مية فبتبدأ ان انت تنزلي المية اللي عليه كلها بالمساحة بالشكل ده وبكده حلتي مشكلة كلنا بنتعرض ليها بكل سهولة لو عندك لفة في حمامك ما عنتيش محتاجاها وعايزة ترميها لا تعالي ده انت عندك كنز في حمامك تعالي هنعمل النهاردة فكرة بيها حلوة جدا هتجي بيلي كده يا ست لكل المقص وتبدأ ان انت تفرغيها من النص بالشكل ده عايزين كده نعمل جراب او مكان نحط فيه هقولك طبعا دلوقتي هنعمل ايه بس عايزين نوسع كده مكان ونعمل فتحة في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حطي لايك يا ست لكل والشرك في قناتي ما تبقاش بخيلة عشان بإذن الله يوصلك مني كل جديد وشجعيني كده وارفعي الفيديو بتاعي ويعمليله مشاركة عشان بإذن الله الكل يستفاد بالجد الفكرة حلوة جدا وهتعجبك وهتنقذك من حاجات كتيرة جدا ممكن انها تكون بتتعبك وحملة تقيل عليك زي ما انت شايفة كده هنفرغها بالشكل ده تمام جدا كده هنبتدي بقى كده ان احنا نوسعها بأدينا بالشكل ده نوسع المكان اللي جوه على قد ما نقدر كده بقى الجهزة معينا يا إما بقى يست الكل هتجبيه للفرشة بتاعت السجادة او لو انت عندك مثلا ما قشة قديمة ممكن ان انت تقصاصيها وتسيبي فيها يعني ايه وابرة صغيرة كده منها وتبدأي ان انت تدخليها في الليفة بالشكل ده هنبتدي ان احنا ندخلها في الليفة كويس جدا وهنعمل لها طبعا فتحة من النص عشان تطلع لنا الحتة اللي في الفرشة بكده بقى الجهزة معينا زي ما انتو شايفين ده شكلها طبعا فيه ممكن يبقى عندك الليفة بتاعتك اطول شوية تقصها اشت بيها برضو بطولها انما لو قصيرة يعني ما يرشحش ان انا ان انت تحطي واحدة صغيرة علشان خاطر ما تيجي تنظفي بيها او تعملي بيها الحاجة اللي انا هقولك عليها تبقى واخدة معاكي مساحة كده وكمان تعملك المهمة بتاعتك على اكمل وجه هاكي بكده اي عصايا عندك العصايا بتاعت المساحة بتاعت الفرشة ايا كان وتدخليها في الفرشة بالشكل ده وتسبتيها كويس جدا بكده بقى الجهزة معينا بكده والله العظيم انت عملتي حاجة حلوة جدا هتريحك في مشاكل كتير جدا في البيت اول حاجة هتبدأ ان انت تخسلي بيها ايه الحطان كلها بالشكل اللي انت شايفه ده هتبقي واقفة كده وتخسلي الحطان كلها بكل سهولة طبعا احسن حاجة للحطان انا غسلت معاك الحطان قبل كده كزا مرة احسن حاجة هو كلوريكس الالوان ومية هجيبي كده كلوريكس الالوان ومية وتبدأ ان انت تخسلي حطان الشقة كلها بتخليها زي الفل الفكرة دي وكمان ممكن تنفع في ايه ممكن كمان تنفع في المراتب بس المراتب بالذات يا بنات الفكرة بتاعتها تحفى بجد بدل ما انت كده تمسكي حطة حطة في المرتبة بتبدأ ان انت تنظف المرتبة كلها وانت وقفة كده وسهلة جدا وبتمشي معاكي بتجري كده من على المرتبة جاري وبتنظف المرتبة وتخليها معاكي زي الفل زي ما انت شايفة حركتها سريعة جدا على المرتبة وكمان مش هتاخد منك وقت ولا مجبوط خالص بالنسبة للمرتبة انا قبل كده عملت فيديو لتنظيف المرتبة وكت حطة مع المسحوق كاربوناتو ستودين بس الصراحة كاربوناتو ستودين بيعمل رمل её كده على المرتبة وما بيبقاش يعني ما بيباشي وما بيبقاش حلوة أوي بمعنى اصح لما بتيجي الدوب이 مع المسحوق ما بيدوبش كتير وبعدل رما بتيجي تخلاصي بتنظيف المرتبة بتبص تلاقي المرتبة كده عليها زي رمل كده فاحسن حاجة للمرتبة برضو كلوريك الألوان تحفة تحفة يا بنات حلو جدا بيخلي لك المرتبة كده زي الفل معاك بس ويتحط كولوريكس أبيض حط كولوريكس ألوان مع شوية مي وبدأ ان انت تنظاف المرتبة بتاعتك هتبقى زي الفل ممكن كمان تنفع لإيه ممكن كمان تنفع للسجاد لو انت حابة ان انت تنظفي السجاد على الناشف بتنظفلك السجاد على الناشف وبتخلهولك برضو زي الفل بالنسبة لخلطة .. هي برضو هتحط كوبوريكس ألوان مع باكوا من الفانيليا علشان كده ريحة السجاد تبقى حلوة وهتحطيه بمرضو عليهم شوية مية يعني يعتبر كلها خلطة واحدة بس طبعا بتعملي كل طبق كده لوحده لاني لو انت حابة ان انت تعملي التلات تنظيفات دول ما ينفعش تحطي طبعا الليفة في الطبق وترجاعي تحطي على المرتبة او على الحيطة فما ينفعش حطي كل طبق لوحده وطبعا الليفة بتشيليها وبتغسليها وبترجاع تستخدميها تاني ده الفكرة دي حلوة جدا لو انت عايزة كده تقوم اتشاء ليه بالشقة بتاعتك كلها في التنظيف هي الفكرة دي بجد تحفة اجربيها اتعجبك